بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 27 لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق 6 تموز عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تتولى تحديد الأولويات في مشروعات القوانين التي ترسل إلى مجلس النواب ويكون لها الأولوية في الإقرار على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال أسبوعين مقررات مجلس الوزراء قرار يتولى مصرف الرافدين والرشيد إقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة والذين يرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة وعلى النحو الآتي واحد أن لا يتجاوز مبلغ القرض عشرين مليون دينار فقط اثنيا تكون الفائدة بنسبة أربعة بالمئة سنويا بالقسط المتناقص ثلاثة تكون مدة التزديد سبع سنوات أربعة تعتمد أحدى الضمانات الآتية أليف أن يكون الكفيل موظفا حكوميا أو متقاعدا باء كنبيال مصدق من كاتب العدل للقروض التي تقل عن خمسة مليون دينار جيم وثيقة ضمان صادرة من شركات الكفالات المصرفية دال وثيقة ضمان تغطي عدم السداد صادرة من شركات التأمين قرار قرر مجلس الوزراء ما يأتيه واحد الموافقة على منح طلبة قناة النخبة التي استحدثت بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 ورقم 182 لسنة 2019 الأفضلية في التعيين ضمن الفئات والشروط المحددة قانونيا للاستفادة من كفاءتهم وبما ينسجم مع الغاية من صدور قراري مجلس الوزراء المذكورين آنفا اثنين التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي بشأن أخذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ ما هو مثبت في الفقرة الأولى آنفا قرار تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ ثلاث مليارات دينار إلى وزارة الصحة اللجنة الوطنية العليا للحمى النزفية من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2023 لتفادي مرض الحمى النزفية والحد من انتشاره والسيطرة عليه استناداً إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 قرار الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23113 لسنة 2023 المتضمنة عدم الممانعة على طلب وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن تمديد العمل بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2018 الخاصة بفرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 100% ولمدة أربع سنوات على منتج الأغطية الزراعية المستوردة مع مراعاة المدد الشكلية الواردة في تعليمات تسهيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل قرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد الموافقة على تخويل السيد وزير الزراعة صلاحية تخويل الغير لشراء منظومات الري والتعاقد المباشر مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المختصة بصناعة وإنتاج المنظومات استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية بعد إصدارها والموافقة على نسبة الدعم البالغة 30% وبمدة ميسرة لعشر سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام اثنياً الموافقة على نسبة الدعم المقترحة للمنظومات الموردة من قرض شركة باور النمساوية المدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 وبنسبة 40% وبمدة سدات تبلغ عشر سنوات بعد السنة الأولى من الاستلام وفق الأسعار المرافقة والمذكورة في كتاب وزارة الزراعة قرار الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة كازان الروسية بتأريخ 19 آيار عام 2023 وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص نسبة 1% من إيرادات الرسوم والغرامات لصندوق الحماية الاجتماعية استناداً إلى المادة 19 ثالثاً من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إصدار إعمام إلى الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لتحويل النسبة المذكورة إلى حساب صندوق الحماية الاجتماعية المفتوح لدى المصارف الحكومية قرار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2021 برفع عبارة ولا يزيد عدد الموظفين عن 40 موظفاً بشأن الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية ليصبح العدد 80 موظفاً شكراً